السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم وتتبعي الكرم على قناة الساميرا كوزين ويسعدين اليوم ان اتقسم معكم وصفة الكوكيز الشوفان والموز وصفة سهلة جدا وبمكوينين فقط كما ترون النتيجة هائلة يكتسب اللون البني الموز بعد الطبخ كذلك اضفت له نكهة القرفة يأتي على هذا الشكل يغري بالتناول ويفتح الشهية كذلك وصفة جدا رائعة وخاصة غنية بالالياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم اتمنى ان ينال هذا الفيديو اعجابكم ونوصله لعدد كبير من اللايكات هناك نصائح وتعديلات على الوصفة ابقوا لاخر الفيديو حتى تتعرفوا عليه نحتاج على بركة الله الى اربع حبات من الموز الناضج وكذلك الشوفان عادة لا نقوم بتناول الموز عندما يصبح ناضج اكثر من اللازم فاقوم بتحضير وصفات به منهم وصفة الكوكيز كذلك احدر منه البانكيك او عصائر مختلفة هذه هما الانواع دي الشوفان ممكن شوفان لوحده او رقائق شوفان وكذلك هذا الشوفان الذي عندي في العلبة البلاستيكية فهو مرافق بالفواكه الطرية المجففة وكذلك بالفواكه الجافة او المكسرات ساقوم بتنسيم الكوكيز بقليل من القرفة او الدارسين وقليل من الزنجبيل حتى اعطي نكهة جميلة جدا تذكرني بالبسكوت الانجليزي كذلك هذه العناصر التي تظهر في الصورة فهي لتزيين فقط مكسرات او حلويات او سكاكر للاطفال ساقوم بهرس الموز بواسطة الشوكة على النحو التالي كما ترون في الفيديو بعد ان هرست كمية الموز كما ترون اصبح قوامه سائلا شيئا ما ساوضيف الان كمية الشوفان اربع حبات كبيرة من الموز تستلزم لنا كمية 400 جرام من الشوفان هذا الكوب الذي ساعير به الكمية يزن 100 جرام ساضع كوبين واحرك واضف الكوبين المتبقيين ممكن ان تستخدموا حبتين من الموز اذا كان عندكم الموز الصغير من الحجم فممكن ان تستخدموا 100 جرام لكل حبتين من الموز فصراحة هالحجم الفاكهة يساهم في الكمية ساوضيف كميتين في بعض الاحيان اعزائي لا يكون متوفر الموز كما تعلمون فمواسم يكون حتى موجود ولكن سعره غال جدا فانا استعيد بان استعمل كومبوت الفواكه او مهروس الفواكه مثل التفاح والاجاز فانا اقوم بسلق الفاكهة بعد التنظيف والتقشير والتقطيع اصلق في قليل من الماء واقوم بطحنها في الطحان الكهربائي واستخدمها عوض الموز فالان ساقوم بتنسيم او تنكيه الشفان لان مدقه محيد كثيرا بالقرفة ملعقة من القرفة الصغيرة ونسب ملعقة من الزنجبيل احب هذه النكهة تذكرني بالبسكوت الانجليزي الشهير فممكن ان انكيها بالفانيلا بالعسل النحل العسل الحقيقي او كذلك بحبات الهيلة المطحون فانا انوع صراحة في الوصفة بتعديلات كثيرة جدا كذلك ممكن ان نضيف في هذه المرحلة لبيبيد الشوكولاتة او حبيبات الشوكولاتة فانا انتمنى ان شاء الله ان تجربوا الوصفة بالتعديلات او بالوصفة كما ترونها في الفيديو فهي صراحة صحية وسهلة في التحضير ولا تستلزم مجهود يذكر والان على بركة الله ناخد صينية تدخل للفرن ونضع بها ورق الخبز وسستعين بملعقة وشوكا لاضع كميات متساوية من خليط الكوكيز خليط الموز والشوفان في هذه المرحلة ممكن ان نضيف حبيبات الشوكولاتة ولكن نعمد الى ان نجعلها داخل الكوكيز حتى لا تحترق تعرفون ان الشوكولاتة حساسة جدا للحرارة فممكن ان نستعملها داخل ان نضع كمية بسيطة من الخليط ونضع حبيبات الشوكولاتة داخل الحبة للكوكيز ونضع كمية اضافية لتغطية طبقة الشوكولاتة حتى نحميها لان الشوكولاتة اذا احترقت يصبح مداقها غير محبد وبذلك نقوم بملء الصينية الى نهاية الكمية بنفس الطريقة كما من الممكن ان استخدم الاياد وبصدق انا احب ان استخدم الاياد في ملامسة الاشياء حتى احس بالقوام المرجو في كل وصفة على حدة سأتمم العملية على الشكل التالي وبعد ان انتهيت من رص الكوكيز على الصواني هذه الكمية المحصل عليها سأبدأ على بركة الله في تزيين وجه الحبات الكوكيز بقليل من العنب المجفف واللوز وحلوة بحجم صغير باللون الاحمر كذلك ممكن ان تضيفوا ما شئتم من المكسرات عن جمل الكاجو او الفستق الحلبي كذلك السكاكر المشهورة الامين ايمز تضعوها على وجه الكوكيز حتى يتغروا اطفالكم بتناول هذا الكوكيز الشهي والصحي ايضا كذلك هذه الوصفة حبائي تصلح ان تكون في البوكس لانش او في صندوق الطعام الذي يرافق الاولاد الى المدرسة فهو صراحة مفيد للصغار والكبار فاتمنى ان ينال هذا الفيديو اعجابكم ان تضر تعليقاتكم المحفزة بفارغ الصبر من اجل تحسين اداء القناة باذن الله تعالى ساستمر على هذا النحو سادخل الكوكيز الى فرن مسخن مسبقا على 360 درجة فهرانهايت 180 درجة سلسيس لمدة 20 دقيقة في فرن كهربائي او غازي لا مانع وكذلك في الميكرو اند فالوصفة تصلح لجميع الاستخدام والان الى الفرن ولكن بالنسبة للمدة تطهي في الميكرو اند فلا تتعدى دقيقة او دقيقتين وهذا هو شكل الكوكيز بعد النج في طبق التقديم دمتم في رعاية الله الى فيديو قادم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة